أما نادي الزمالك فمحمود حمدي الوينش مدافع الفريق هيعود للقاهرة اليوم السلسية بعد الجراحة الأجراها في أوطار العضل الخلفية في إنجلترا والزمالك بيدرس صفر اللاعب إلى قطر أو الإمارات للتأهيل لكن ما زال الأمر محل دراسة حيث أن اللاعب يبدأ علاجه الطبيعي بعد شهر من الآن ربنا يا رب يرجعه مسالسلامة واحد من أكتر 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 خسارة كرة المصرية سواء على مستوى المنتخب وبالتأكيد على مستوى تشكيلة نادي الزمالك لعب راجل لعب مميز هو أفضل مدافع موجود في الكرة المصرية في الموسم الأخير تحديدا لو مش على مدار الموسمين كمان فاتوا فخلينا بحد أدنى الموسم اللي فات ملتزم جدا ومستوى ثابت فيه مدافعين كبار كمان في الدورة ولكن الوينش تحديدا مستوى ثابت ومميز الجهاز الطبي لنادي الزمالك كارر خضوع اللاعب السنغالي إبراهيم نضاي جناح الفريق لفحص طبي فور عبدته إلى الكهرة من الأجازة نضاي يعاني في الفترة المضائية منتشد في العضلة الخلفية وده اللي خلاه يغيب عن مباريات الزمالك في الدوري آآ أخر مباريات في الدوري بالنسبة لنادي الزمالك قبل التوقف الدولي عشان المنتخب نضاي يعني بيستغل أو واستغل فاطة الأجازة اللي حصل عليها عشان يسافر لبلاده أربع أيام ويبدأ برنامجه التأهيلي بعد هذه الفترة عشان يبقى يهز مع الزمالك بعد عودة الممباريات مرة أخرى سواء الدوري أو كأس مصر أو كأس الرابط